بشرة هامة لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايحات نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبة الطلبات السنة العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء الحلقة رقم 43 صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء صباح الخير على كل مدرسي التاريخ على مستوى الجمهورية اللي يتبعونا واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة هيكون في ديافتنا مستر جمال سعيد أستاذ التاريخ مدرسة الشريف الإسلامية صباح الخير مستر صباح الخير مستر منهورنا ومشرفنا ربنا بارك بحراتك تتكلم عنه النهاردة مع طلابك إن شاء الله النهاردة هنتكلم على النتائج اللي أثرت فيها الحملة الفرنسية من بعد ما خروج الحملة الفرنسية والنتائج اللي كانت موجودة عندنا سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية وهنشوف بقى النتائج بتاعتها وصلت بها أو الحملة إزاي أثرت علينا أو إزاي إحنا قدرنا نستفاد منها لحد دلوقتي في استفادة متعمقة من الحملة الفرنسية دي جزئة الأخيرة في الفصل الأول إن شاء الله دي آخر جزئة في الفصل الأول حلقة موفقة إن شاء الله برس إن شاء الله اتفضل حبيب بسم الله بسم الله بسم الله في البداية أحب أن أنا أقول كل سنة أقول الأسرة الإسلامية أو العالم الإسلامي بخير بمناسبة المولد النبو الشريف وإن شاء الله النهاردة هنبدأ مع كان انتهينا الحصة اللي فاتت عند اللي هي مقتل كليبر وهيتولى بعد منه مينو طبعا مينو لما هيتولى الحملة الفرنسية مينو كان بيختلف عن الكليبر في الفكر السياسي بتاعه حيث أن مينو كان يرى أنه لابد من تحويل مصر إلى مستعمرة فرنسية طيب مينو في سبيل ذلك هيبتدي أنه هيقوم بمشروع اسمه مشروع مينو العظيم اللي هنعرف دلوقتي المشروع بتاع مشروع مينو العظيم طيب خلينا الأول نتكلم كده على جلائق الحملة الفرنسية في البداية هقول أن جلائق الحملة الفرنسية جه إزاي كان فيه عندنا في الوقت ده الأسطول الإنجليزي وصل إلى الشواطئ المصرية وانضم إليه أسطول عثماني بالإضافة إلى وجود بعض القوات الممليك وستطاعوا أنهم يدخلوا القاهرة وكان نتيجة لذلك أن مينو ما قدرش أنه يسيطر وبالتالي هيستسلم مينو وهيخرج في 18 سبتمبر سنة 1801 طيب لما هيخرج مينو الحملة الفرنسية هتترك آثار عظيمة طيب لو حبينا أن نحن نتكلم عن آثار الحملة الفرنسية هنقول كده نتائج الحملة الفرنسية الحملة الفرنسية كان لها العديد من النتائج لو هنتكلم عن نتائج الحملة الفرنسية كان لها نتائج سياسية وكان فيه نتائج اقتصادية وكان فيه نتائج اجتماعية للحملة الفرنسية طيب خليني في البداية أتكلم عن النتائج السياسية لو هتكلم عن النتائج السياسية لموجودة للحملة الفرنسية فأنا بتكلم عندي على حاجة اسمها الدووين إيه الدووين طبعا مينو لما جاه على مصر كان بيفكر ان هو يحول الحكم في مصر زي ما كان موجود في فرنسا لان في فرنسا لو نفتكر الثورة الفرنسية لما قامت بدأوا ان هم ينقلوا الحكم من طبقة اللي هو الملوك الى طبقة اسمها الطبقة الوسطى طبعا الطبقة الوسطى دي في الوقت دوان اللي هي عندنا في مصر هنا اللي هي العلماء ومشايخ الأزهر طيب نابليون هيبتدي انه هو ينقل السلطة الى الطبقة الوسطى طب نقل نابليون للسلطة في الطبقة الوسطى دوان كان علشان لجل عيون المصريين خالص نابليون لما نقل السلطة الى الطبقة الوسطى كان بيهدف من وراء ذلك انه هو دلوقتي انا هنقلها للعلماء والأعيان الناس دي قادرة تعرف الشعب بيفكر في ايه قادرة تعرف الناس ده هين تفكيرها في ايه وقدرة تعرف ان الشعب المصري ايش ايه احساسه وايه المشاكل اللي بتوجهه وايه الصعوبات فبالتالي هيقدر انه هو لما يتخذ اي قرار هيرجع فيه للعلماء هيرجع فيه للناس اللي موجودين اللي هو انا قال لهم السلطة يقول لهم دلوقتي انا عايز افرد درائب فبالتالي لما هفرد الدرائب دين هل الدرائب دي انا هتبقى مناسبة والشعب هوافق عليها ولا لا طب لو الشعب موافقش عليها ابتدي ان انا اشوف بقى ادرس القرار هل هغيره هل هاخد مثلا نفس القرار هل هصمم عليه ابتدي ان انا اشوف اغير او اتخذ القرار الصحيح طيب هنقول دلوقتي ان نقل السلطة للمصريين كان نقلا شكليا يعني ايه كان نقلا شكليا حيث لم يكن للمصريين اي فرصة للمشاركة ولكن كان كل هدف نابليون ان هو يتعرف على ما يدور في ازهان الصفوة الصفوة دي ايه اللي بيدور في ازهانها الشعب المصر بيفكر فيه لذلك هتجي من هنا فكرة الدوين اول ديوان هينشأه عندنا نابليون ديوان اسمه الديوان او ديوان القاهرة فيبع عندنا هنا كده لو جينا بصينا هلاقي عندي ديوان القاهرة وهلاقي في عندي حاجة اسمها دواوين الاقاليم وهلاقي في عندي حاجة اسمها الديوان العام طيب خلونا نتكلم في البداية كده على ديوان القاهرة طبعا ديوان القاهرة ده انشأه نابليون من اسمه ديوان القاهرة هيبقى بيختص بايه اكيد بالايه بالعاصمة فكان ديوان القاهرة يختص بالعاصمة الديوان دون كان يتكون من كم؟ كان يتكون من تسع أعضاء الأعضاء ده هم من؟ مهمتهم إيه؟ يتشوروا في أحوال العاصمة يشوفوا مثلاً دلوقتي العاصمة محتاجة إيه؟ محتاجة مثلاً إن إحنا نعمل إنارة في الطرقات محتاجة إن إحنا نمهي الطرق محتاجة إن إحنا مثلاً نحفظ أن نشوف العاصمة إيه اللي محتاجة ونحاول إن إحنا ننفذه ده كده كان أول ديوان موجود عندنا اللي هو زي ما قلنا ديوان القهر في عندي الديوان الثاني اسمه أو مجموعة دواوين اسمها دواوين الأقاليم اسمها دواوين الأقاليم طبعا دواوين الأقاليم ده هي هيبتدي نابليون من اسمها أقاليم يعني بتشبه المحافظات دلوقتي طبعا نابليون هينشئ مجموعة من الدواوين هيكون الهدف من هذه الدواوين إنه هو ينظم أحوال الأقاليم طيب كان لكل ديوان إقليم الديوان دوان كان بيتكاوم من إيه من سبع أعضاء طيب السبع أعضاء دول هيبقى مهمتهم إيه قالك مهمة السبع أعضاء بما أنه إنه هو ديوان للأقاليم فهيبتدي إنه هو يختص بإنه هو يبحث أحوال الأقاليم اللي موجودة يبتدي يشوف مثلا دلوقتي الإقليم مثلا إيه إحتياجاته مثلا دلوقتي عايزين مثلا إنه إحنا نفر الضرايب أو عايزين إنه إحنا نجمع الضرايب فلو جينا بصينا على إختصاصات هذا الديوان هنجد إنه هو بينظر في المصالح والشكاوى ده رقم واحد رقم اتنين بيمنع المشاحنات بين القرى يعني مثلا لو في قرية وقرية حصل ما بينهم خنايات أو حصل ما بينهم مشاكل أو حصل ما بينهم مثلا إيه جريمة حصلت من القرية دي أو أي مشكلة فيبتدي إلا هيدرس بقى ويحاول يحل المشكلة دي هيبقى عندنا اللي هو دي دووين الأقاليم يبتدي يفض المنازعات والمشاكل أو المشكلات اللي موجودة بين إيه القرى طيب الحاجة الثالثة بقى هنا بقى هيبتدي إنه كان في عندنا الملتزم اللي كان بيقوم بجمع الدرايب لا هيقول له خليك على جنب انت وانا هبتدي اجمع انا الدرايب هيبتدي يبقى ديوان او دووين الاقاليم هتختص بجمع الدرايب يبقى انا كلمت دلوقتي على ديوانين اول ديوان عندي ديوان القاهرة تاني ديوان عندي دووين الاقاليم قلت ان ديوان القاهرة بيختص باحوال العاصمة دووين الاقاليم قلت ان هي بتختص باي ايه الاقاليم وشؤون الاقاليم من حيث بقى ان هي تشوف النظر في أصل الشكاوة والمصالحات كمان إن هي غير إن هي تنظر في الشكاوة والمصالحات كمان بتمنع المشاحنات اللي بتحدث بين القرى كمان بتتولى جباية الدرائب طيب نيجي بعد كده على الديوان العام الديوان العام دوان كان بيمثل سلطة الحكومة المركزية الديوان العام دوان كان زي مثلا لما بنقول دلوقتي عندنا المجالس النيابية زي مجلس النواب اللي انتخابته شغالة دلوقتي فكان الديوان العام دوان تكوى من أعضاء ديوان القاهرة زائد أعضاء دواوين الأقالين. وبينضاف إليهم مجموعة تانية كان عددهم تسعة. التسعة دول هيبقوا إيه؟ تلاتة من التجار، تلاتة من العالماء، وتلاتة من مشايخ القرى ورؤساء العربان. يبقى من تاني في عندنا ديوان أو الديوان العام. وده كان بيمثل السلطة المركزية أو السلطة العليا في الدولة. وده زي ما لنا لسه أيل دلوقتي أنه بيشبه المجالس النيابية الموجودة زي مجلس النواب اللي انتخابته شغالة دلوقتي. طبعا المجلس أو الديوان دون كان بيتكون من أعضاء ديوان القاهرة زائد أعضاء دواوين الأقالين بالإضافة إلى تسعة عن كل مدرية. طبعا إن كان بيبتدي أن تسعة من كل مدرية بيبقوا عبارة عن تلاتة من العلماء، تلاتة من التجار، وتلاتة من اللي هو مشايخ القرى ورؤساء العربان. طيب كده بالنسبة للحياة السياسية اللي موجودة عندنا وإزاي أن نابليون قدر أنه يغير نظام الحكم أو يغير النظام السياسي اللي كان موجود عندنا بالنسبة لمصر. طيب نابليون لما هينقل هذه السلطة زي ما أنا الماليس سأيل كان هذا النقل نقلا شكليا ما كانش فيه ممارسة للسلطة الفعلية. كان الهدف زي ما قلت برضو هكرر وعيد إن هو يعرف اللي بيدور في أزهان الشعب المصري لإن هي دي مهمة. طب هيعرفهم منين بقى؟ من العلماء والمشايخ والناس اللي ليهم نفوذ ليه؟ لين ليهم نفوذ عند المصريين. فمن خلالهم بقى هيقدر نابليون إن هو يفرض القرارات ويخلي الناس دي تقنع المصريين إن هم يقبلوا هذه القرارات. طيب في عندي بعد كده حاجة اسمها النتائج الاقتصادية للحملة. طبعا لما هتكلم عن نتائج اقتصادية يعني باتكلم في زراعة، صناعة، تجارة. طيب لو هتكلم أولا عن الزراعة خلونا نكتب كده يبقى في عندي زراعة، في عندي صناعة، وفي عندي تجارة. أولا خلوني أتكلم عن الزراعة. طيب أنا لما هتكلم عن الزراعة اللي موجودة عندي دهين الزراعة لما جيه في الحملة الفرنسية كانت الزراعة متدهورة من أيام الحكم العثماني. فلذلك علماء الحملة الفرنسية هبتدوا يهتموا بالزراعة. فهيبتدوا يعملوا إيه؟ أول حاجة هيعملوها هيدرسوا المجرب بتاع نهر النيل. مش كده وبس، هيبتدوا أن هم كمان يهتموا بأن هم يحفحصوا الترع، القنوات، الجسور. يشوفوا لو محتاجة صيانة، لو محتاجة مثلا فيها حشائش يشلوها، لو محتاجة مثلا أن هي تتوسع، لو محتاجة مثلا أن هم يوصلوا مثلا ترع على المنطقة معينة أو أرض زراعية معينة فهيبتدوا أن هم يهتموا بيها وهيبتدوا أن هم يدرسوها. مش كده وبس، ده كمان هيبتدوا يعملوا تجارب على المحاصيل اللي محتاجها فرنسا. إيه المحاصيل اللي محتاجها فرنسا؟ طبعا فرنسا بتقع في العروض المعتدلة والعروض البردة فلذلك هنلاقي إن درجة الحرارة عندهم بتبقى مخفضة علشان كده هيفكروا إن هم يزرعوا في مصر هنا بعض المحاصيل اللي هم محتاجينها زي القصب وزي البن لإن المحصولين دول مش هينفعوا يتزرعوا في فرنسا فهيجروا تجارب عندهم هنا وإحنا عارفين إن عندنا مثلا في مصر وبالأخص سعيد مصر ناجح جدا في زراعة قصب السكر فلذلك هيجروا تجارب على زراعة المحاصيل اللي محتاجها فرنسا كمان هيبتدوا إن هم يزرعوا بعض المحاصيل أو بعض الأشجار اللي جايبينها من فرنسا زي إيه الأشجار دهين؟ هنجد عندنا زي الكومترة، زي الخوخ، زي التفاح زي المش مش كمان ديه كانت أشجار موجودة من هناك بدأوا إن هم أو جلبوها من فرنسا بدأوا يزرعوها في مصر هل هيكتفوا كده؟ لا هيستمروا برضو في زراعة المحاصيل اللي موجودة عندنا باقي المحاصيل سواء إذا كانت الأرز، سواء إذا كان الزرة سواء إذا كان عندنا محاصيل أخرى زي مثلا القمح هيبتدوا إن هم يزرعوا هذه المحاصيل يبقى لو كلمنا عن الزراعة هنقول إن الزراعة قبل ما جاء الحملة الفرنسية كانت متدهورة وإحنا عرفنا أسباب التدهور في الحلقات السابقة طيب لو هنتكلم في الحملة الفرنسية لا بدأوا إن هم يهتموا بالزراعة هيهتموا بالزراعة إزاي؟ الرقم واحد هيبتدوا إن هم يشوفوا مجرى نهر النيل يدرسوه ويفحصوه هيبتدوا ان هم كمان يشوفوا القنوات والجسور والترع ولو فيه ترع محتاجين ان هم يوصلوها هيوصلوها هيشوفوا كمان ان هم يعملوا اللي هي طبعا يجروا بعض التجارب على المحاصيل اللي محتاجاها فرنسا زي البن والقصب السكر كمان هيبتدوا ان هم يزرعوا محاصيل مجلوبة من فرنسا زي المشمش زي الخوخ زي التفاح زي الكومترا كمان هيبتدوا ان هم يزرعوا بعض المحاصيل التقليدية اللي كانت موجودة في مصر زي القمح وزي الزرة وزي الأرز يبقى احنا كده اتكلمنا عن الزرع هحب اتكلم دلوقتي عن عندنا الصناعة الصناعة بقى طبعا الصناعة هيبتدي ان او الحملة الفرنسية هيفكروا ان هم يعملوا مصانع المصانع دي زي ايه؟ في عندي مصانع للغازل والنسيج في مصانع للحدادة في مصانع او الصناعات اللي هي الصناعات الدقيقة زي ايه الصناعات الدقيقة؟ زي عندي مثلا صناعة الساعات زي عندي صناعات حروف اتباعة يبقى هيبتدي ان يبقى فيه عندي صناعات كتيرة وصناعات متنوعة هنبتدي نمسيك الصناعات دهيا وهنبتدي ان احنا نشغلها في مصر ونفتح مصانع لها وده كله كان في عهد الحملة الفرنسية لكن مينو كان تفكيره مختلف شوي كان تفكيره تفكير عنصري لان مينو هيقترح ان ما ينضمش عمال مصريين لهذه المصانع تب ليه يا عمي مينو مش هنضم عمال مصريين لهذه المصانع قالك حتى لا تتسرب اسرار المهنة او حتى لا تتسرب اسرار الصناع للمصريين يبقى انت كده يا مينو انسان عنصري يبقى انت كده مش عايز ان المصريين يتعلموا الصناع دي فبالتالي انت عايز ان مصر تفضل على طول او ان المجتمع المصري يفضل مجتمع استهلاكي مجتمع بيعتمد على انك انت المصنوعات اللي هتصنعها فرنسا هي بس اللي هيعتمد عليها وهو بس اللي هيستخدمها طيب من ضمن عندنا المجالات الاخرى هيبتدي إن مينه هيعمل طواحين الهوى طواحين الهوى دي بتبقى عبارة عن حاجة آلة جديرة كده عاملة زي المروحة بتبتدي إن هي الرياح بتحركها فبيبتدي إن احنا دلوقتي بنولد منها الكهرباء زي أكبر مثلا عندنا محطة لتوليد الكهرباء من الرياح عندنا موجودة في منطقة الزعفران طيب كمان من ضمن الحاجات اللي هيبتدي إن العلماء إن هما يدرسوها أو هيهتموا بيها قلنا دلوقتي أول حاجة قلنا عندنا إن هما هينشؤوا العديد من المصانع بمعركة أو لها علاقة بمعركة أبقر البحرية إيه علاقتها بأبقر البحرية؟ لو نفتكر في أبقر البحرية كان الأسطول الإنجليزي دمر الأسطول الفرنسي طبعا اللي حصل إن دلوقتي توقفت التجارة الخارجية لمصر خلاص لأن الأسطول الإنجليزي بدأ يحاصر الشعاطئ المصرية رايح جاي فبالتالي أصبح إن عندنا مفيش مراكب طبعا مينه دلوقتي عايز إن هو يعمل تجارة عايز خاطر عايز إن هو يجيب مثلا الحاجات اللي محتاجها الحملة هيجيبها منين؟ فهيبتدي يفكر إن هو ينشئ سفن طب أنا علشان أعمل سفن أنا محتاج مصنع للسفن فكان فيه ترسانة الترسانة اللي هي المصانع لإنشاء السفن كان بناها مراد بك في الجيزة هيبتدي نابليوه هيبتدي مينو يصلحها علشان خاطر إن هو يستخدمها بعد ذلك في التجارة أو يخليها إن المراكب بتاعتها أو المراكب تصنعها تمشي في نهر نيل أو في البحر الأحمر يبتدي كده اتكلمت عن الزراعة واتكلمت عن الصناعة هتكلم دلوقتي عن عندي العنصر التالت اللي هو التجارة طيب لما أجي أتكلم عن التجارة طبعا التجارة في ظل الحملة الفرنسية كانت متوقفة ليه كانت متوقفة؟ أنا لسه من شوية بقول إن كان فيه عندنا الأسطول الإنجليزي بيحاصر الشاطئ المصري الأسطول الإنجليزي منع أي دخول أو خروج لأي تجارة خارجية بالنسبة لمصر ليه؟ لأنه مش عايز يحصل أي اتصال بالنسبة لمصر هو عايز يخلي الجنود اللي موجودين جوه مصر كده يحسوا باليأس يحسوا أنهم محاصرين داخل مصر فيتسرب لهم روح اليأس فتضعف روحهم المعنوية لأنهما كل هدفهم أنهما يهزموا أو يفشلوا الحملة الفرنسية اللي موجودة في مصر فلذلك كانت متوقفة التجارة الخارجية لسببين أول سبب عشان الأسطول الإنجليزي اللي كان محاصر الشاطئ المصرية السبب الثاني أنه كان عندي الأسطول العثماني اللي موجود في الشام يبقى كده البحر المتوسط خلاص البحر المتوسط مش هينفع فيه تجارة فيبقى أنا هفكر فين بقى قال لك لا طيب ما أنا عندي البحر الأحمر وعندي نهر النيل ما بتدي أستغل العامل الطبيعية اللي موجودة عندي دي فهيبتدي أنه هو مينه هيفكر في أنه يخلي المراكب أو يعمل علاقات تجارية مع دول البحر الأحمر فبالتالي هنجد أن المراكب هتبتدي أن هي تسير ما بين جدة وينبع والسويس دولا المواني هتبتدي أن المراكب تروح محملة بقى بالإيه؟ محملة مثلا بالمنسوجات القطنية محملة بالشيلان محملة بالحرائر محملة طبعا الشيلان سوأذا كانت صوفية أو اللي هي الحرير لذلك هنقول أنه طبعا في عهد الحملة الفرنسية اهتموا أو حدث تصدير واستراد للمنسوجات الناعمة اللي هي الحرير والمنسوجات الخشنة اللي هي الصوف طيب طبعا كان أول واحد بدأ سياسة التفاهم مع شريف مكة كان عندنا نابليون بونابرد طيب هنتكلم بقى بعد كده على العنصر اللي هيجي بعد كده احنا اتكلمنا دلوقتي في التجارة قلنا في التجارة أنه بدأت أن السفن أنه هي تروح ما بين جدة وينبع والسويس وقلنا أنه بدأت أنها تبقى محملة بالشيلان بدأت أنها تبقى فيها المنسوجات القطنية والشيلان سواء إذا كانت صوفية أو من الحرير أو الحرائر طيب الحاجة التانية بقى نابليون آسف مينو هيفكر فيه يقولك طب ما أنا دلوقتي عندي دول شمال أفريقي ليه ما عملش معهم تجارة؟ أنا خلاص مش هراح على البحر المتوسط أراح على شمال أفريقي طيب أنا في عندي حاجة تانية كمان ممكن أن أنا أستغل لها نهر النيل ليه ما أستغلش نهر النيل؟ طيب أنا لما هستغل نهر النيل إزاي؟ هتبتدي المراكب هتمشي هتروح مثلا على دولة السودان فهيعمل علاقات مع السودان ودرفور وفي عندنا مدينة اسمها سينار سينار ودرفور دول موجودين في السودان كمان هيروح على الحبشة اللي هي أسيوبيا فإذا يبقى عندنا هيبتدي أن مينو هيتوسع فيه التجارة وهيعمل نشاط تجاري فهنقول دلوقتي عندنا إيه؟ شهدت التجارة في ظل الحملة الفرنسية طبعا إيه؟ تطور ملحوظة أو الأه بحيث أنها بدأت تتجه ناحية الشرق اللي هو البحر الأحمر وبدأت تتجه ناحية الجنوب مستغلة البحر الأحمر آسف نهر النيل فبذلك هنقول أن اعتمدت التجارة أو نشاط التجارة على عوامل طبيعية طيب نيجي بعد كده هنتكلم على عندنا اللي هي الأثار الاجتماعية في الأثار الاجتماعية أنا هتكلم عندي على حاجتين إيه هالحاكتين اللي هتكلم فيهم على الأثار الاجتماعية؟ طبعا في الأثار الاجتماعية هتكلم عندي على حاجة اسمها الصحة العامة والقضاء طيب تعالوا كده ما نشوف على الصبورة نكتب الكلمتين دول يب أنا هتكلم في عندي الاجتماعية في عندي كده الصحة العامة وفي عندي القضاء طيب لما تكلم على الصحة العامة أول لما تكلم عن الصحة العامة هتكلم ان دلوقتي ان نبدأ ان هم يعملوا محاجر صحية ايه محاجر صحية ديان؟ طبعا في الوقت دون كان انتشر مرض اللي هو الطعون وطبعا الطعون دون يعتبر قتل تلت سكان العالم في الوقت دون طبعا المرض دون كان سريع الانتشار فلذلك ايه اللي حصل؟ فلذلك فكروا ان هم يعملوا حاجة اسمها محاجر صحية هتبقى مناطق معزولة عن السكان خالص يبتدي الناس المصابين هنحطهم فيهم اللي يخف منهم نبتدي نعمله زي حاجر كده صحي أو عزل الواحد وكده غيرت لما نتأكد أنه بقى كويس بعد كده يختلط بالناس طبعا علشان خاطر المصابين أو الإصابات ما تزدش فبدأ أنهم يعملوا المحاجر الصحية اللي كانت موجودة عندي في الأسكندرية ورشيد وضميات وكان فيه برضو عندي بعض المحاجر اللي موجودة في القهرة من ضمن الحاجات اللي هيعملوها هيتم إنشاء مستشفى عسكري طيب أرجع بس كده في سرعة أو في عجالة أقول كده النتاج اللي كانت موجودة عندي في عندي من نتاج الحملة الفرنسية اتكلمت عن نتاج السياسية ومش هرجع لها تاني دلوقتي اتكلمت عن نتاج الاقتصادية اتكلمت عندي زراعة اتكلمت عندي صناعة اتكلمت عندي تجارة طيب في عندي النتاج الاجتماعية في عندي الصحة العامة وعندي القضاء الصحة العامة هبتدي إن أنا هقولها من تاني هيبتدوا في الصحة العامة أن هما هيهتموا بإنشاء المحاجر الصحية في الأسكندرية وفي رشيد وفي ضمياط وفي القاهرة كمان من ضمن الحاجات اللي هما هيهتموا بيها هيبتدوا أن هما ينشؤوا مستشفى عسكري طيب بالنسبة للقضاء بقى لا القضاء ده أنا هتكلم فيه باستفادة عندي في القضاء هيبتدئ أن طبعا هيحصل فيه تعديلين تعديل في عهد مينو؟ وتعديل في عهد نابليون التعديل الأولاني اللي كان في عهد نابليون نابليون لما هيرجع من حملة الشام هيبتدئ أنه يجري تعديلا على القضاء إيه التعديل اللي هيعمله عم نابليون بقى؟ هيقول لك قضاء أتراك كفاية كده أنتو مش هتتولوا القضاء في مصر ده أنا هخلي القضاء المصريين هما اللي يتولوا أمر القضاء القضاء فين في مصر وهيكون عن طريق الإيه؟ الانتخاب فيما بينهم كمان من ضمن الحاجات اللي هيعملها مينو أنه آسف نابليون هيحدد رسوم التقاضي بواقع 2% بعد أن كانت مطروكة للأهواء يعني الوقت لو في حد مثلا بيتنازع مثلا على بيت هيبتدي أن الرسوم بتاعت التقاضي هتبقى 2% من قيمة المتنازع عليه سواء إذا كان بيت أو أي حاجة الأول كان ممكن توصل 10% 20% 50% كان ممكن توصل لأكتر من القيمة للمنتج المتنازع عليه فلذلك نابليون قالك لا هنحدد رسوم التقاضي بواقع 2% طيب مينو هيعمل تعديلات في القضاء؟ إيه هي التعديلات اللي هيعملها مينو؟ يبا احنا كده اتكلمنا عن القضاء اتكلمنا في عهد نابليون اتجه إلى مينو؟ مينو هيبتدي التعديلات اللي هيعملها في القضاء؟ أول حاجة كان فيه مبدأ اسمه مبدأ الدية يعني مبدأ الدية؟ يعني لو واحد مثلا قتل أي حد عن طريق القطاء أو ترك أو مثلا إيه فيه مثلا قتل فيبتدي أن هو يدفع لي دية أو مقابل مبلغ من المال وكان يبتدي أن إيه ما يتحكمش أو ما يحصلوش أي مشاكل فجي منو قالك لا احنا هنرفض مبدأ الدية وهنترك الأمر إلى القضاء فيما يتخص أو يختص بكافة المشكلات القضائية كمان من ضمن الحاجات اللي هيعملها مينو؟ أنها هيعمل محكمة لكل طائفة كان فيه في مصر غير المصريين طواقف تانية زي مثلا اليهود زي مثلا الشوام زي القبط زي الروم هيبتدي أنه هو يعمل لكل طائفة محكمة يبقى أنا بكده اتكلمت عندي لما هنبص على السبورة اللي موجودة قدامي اتكلمت عندي على المجالات السياسية اتكلمت عندي على المجالات الاقتصادية اتكلمت عندي على المجالات الاجتماعية في عندي الصحة العامة وفي عندي القضاء واتكلمت عنهم باستفادة طيب لما أجي أتكلم بعد كده هتكلم على حاجة أو النتائج الأخرى للحملة الفرنسية في عندي حاجة اسمها النتائج الفكرية والثقافية يبقى لما أجي كده تروح جاي في عندي نتائج اسمها نتائج فكرية وثقافية طب النتائج الفكرية والثقافية دي هلاقي عندي ليهم حاجتين في عندي حاجة اسمها المجمع العلمي وفي عندي حاجة اسمها أعمال الحملة الكبرى طيب نبص كده بقى في عندي لما هتكلم بقى على النتائج الحملة أو النتائج الفكرية والنتائج الثقافية فهتكلم عندي في المجمع العلمي وهتكلم عندي في الأعمال الكبرى نابليون لما جه على مصر طبعا استحب معاه علماء في مختلف المجالات كان عدد العلماء دول 146 عالم ال146 عالم دول أنا كان أنا مثلا كقائد عسكري هبتدي أخليهم يلفوا وراي بقى في شورع مصر وحواريها والمدن بتاعتها علشان أطارد مثلا عن ناصر المقاومة علشان مثلا يحصل معركة مثلا زي شبرخيط أو معركة مبابا هبهدلهم معايا؟ لا نابليون كان جاب العلماء دول أساسا علشان العلماء دول يعني أنا هقولك على حاجة دلوقتي أنا لو جيت مثلا عندي مثلا وليكن مشروع مثلا للتصوير أنا لما هاجي أشغل عليها حد مثلا هشغل عليها حد متعلم ولا حد غير متعلم؟ أكيد المتعلم لأنه هيعرف يتعامل معاه طب لو المشروع مثلا كبر وبقى مطبعة هخلي مثلا حد مثلا يبقى معاه مثلا دراسات عليا مثلا في المجال دول أو حد دارس المجال دول أو حد معاه استفادة ولا لأ هشوف مثلا الدارس في المجال دول واللي عنده خبرة كبيرة فبالتالي اللي هيخليني أستفاد من موارد مصر أكيد العلماء ليه؟ لأنها هيدرسوا مصر من كافة النواحي سواء إذا كانت بقى سياسيا اقتصاديا اجتماعيا عمرانيا ثقافيا فكريا من كل ناحية وهم اللي هيفيدوني ويخلوني إزاي أستغل لمصر أحسن استغلال فلذلك نابليون هو جاء على مصر هيجيب معاه 146 عالم في مختلف المجالات 146 عالم هيدرسوا مصر في كافة المجالات وكان لازم أنه يبقى ليهم مكان يقعدهم فيه أنا مش جايبهم علشان خطر أنه هم يلفوا ورايا زي ما أنا ما لسه ما بقول دلوقتي فلذلك هينشئ لهم حاجة اسمها المجمع العلمي معلومة عن المجمع العلمي المجمع العلمي لحاد دلوقتي لسه موجود ومعلومة كمان المجمع العلمي دون كان تعرض لحريق وكان موجود فيه اللي هو كتاب وصف مصر كان بخط علماء الحملة وطبعا دون كان فيه في الماضي أو من فترة قريبة طيب لو حبينا إنه احنا نتكلم عن المجمع العلمي هنقول دلوقتي إن نابليون أنشأه على غرار المجمع العلمي اللي كان موجود عندي في فرنسا طيب إيه الهدف من إنشاؤه؟ نابليون على فكرة كان عضوه في المجمع العلمي اللي كان موجود في فرنسا والمجمع العلمي اللي هيعمله هنا هيضم ليه العلماء وكبار الضباط من الحملة وطبعا اللي هم اللي هم أماكن مرموقة في الدولة علشان خطر أن هو يستعين بهم وهنعرف دلوقتي طيب إيه هي مهام المجمع العلمي؟ مهام المجمع العلمي موجودة عندي رقم واحد إنه هو يعمل على دراسة العلوم اللي موجودة سواء إذا كانت العلوم الطبيعية أو العلوم الاقتصادية أو العلوم التاريخية في كافة المجالات هيدرس كافة العلوم ده رقم واحد رقم اتنين المجمع العلمي هيبتدي إنه هو طبعا نابليون هيبدي الرأي لنابليون فيما يستشيره يعني مثلا دلوقتي نابليون لو عايز يتخذ أي قرار هيستشير العلماء اللي موجودين العلماء يبتدوا يدوا رأيهم لنابليون نابليون ينفذ القرار فيبقى هنا كده نابليون عمل على ربط السياسة بالعلم يبقى الهدف من إنشاء المجمع العلمي قلنا العمل على تقدم العلوم والمعارف اللي موجودة في مصر نمرة اتنين اللي هو قلنا دلوقتي دراسة المسائل الطبيعية والاقتصادية والصناعية والتاريخية نمرة تلاتة اللي هو ربط السياسة بالعلم من خلال إبداء الرأي لنابليون في المجالات اللي هيستشيرهم فيهم إيه نابليون طيب لو جينا بصينا كده على المجمع العلمي هنجد إن الحملة الفرنسية في المجمع العلمي كانت صدمة حضرية بالنسبة للمصريين ليه كانت صدمة حضرية؟ قال لك كانت صدمة حضرية واجتماعية كمان لإن رقم واحد الدووين دي نبهت المصريين للمشاركة في الحكم قبل كده المصريين ما كانوش بيشاركوا في الحكم قبل كده كان فيه عندنا الوالي هو اللي بيحكم وكان فيه اللي بيعاونه مثلا الديوان وكانت سلطة الديوان أعلى من الوالي وكانت فيه الحامية العثمانية ما كانش فيه فرصة للمصريين إن هم يشاركوا في الحكم طبعا نابليون لما جاه على مصر فكر إنه هو ينقل الحكم إلى الطبقة الوسطى الطبقة الوسطى اللي هي العلماء والمشايخ علشان ليهم نفوذ في وسط الشعب فبالتالي كانت الدوين نبهت المصريين إلى المشاركة في الحق ده رقم واحد رقم اتنين في عندي قولنا اللي هي المجمع العلمي طبعا المجمع العلمي كان نافذة أطل منها المصريين على ما يدور من تقدم في كافة المجالات بالنسبة لأوروبا طبعا في المسائل الطبعية المسائل الرياضية في كل حاجة طيب في عندي تالت حاجة عندي الحياة الفكرية بقى الحياة الفكرية هنا أصبح فيه نمط جديد للحياة الفكرية أو لأسلوب حياة الفرنسويين بيختلف عن أسلوب حياتنا إحنا كمصريين فبدأ بعض المصريين يعجبوا بالنمط دوان الأسلوب الجديد من الحياة دوان فبدأوا أنهما يقلدوا ويحاكوا هذا النوع طيب نيجي على آخر حاجة علشان ننهي حساتنا النهاردة في عندنا حاجة اسمها الأعمال الكبرى للحملة الحملة تركت آثار بعيدة المدى على فكرة لحد اللحظة اللي إحنا فيها هدهيا كان آثار الحملة مصر يعني بتستفد منها إزاي أول حاجة فكرة توصيل البحرين اللي هي فكرة قناة السويس فكر فيها علماء الحملة الفرنسية ولكن للأسف كان فيه خطأ هندسي في حساب منسوب مستوى البحرين كانوا معتقدين أن البحر المتوسط أعلى من البحر الأحمر فقال لك المياه هتجي من البحر المتوسط هتغرق مصر فتركوا الفكرة دي الفكرة الثانية اللي موجودة عندنا فكرة حاجة اسمها كتاب وصف مصر وكتاب وصف مصر دوان رائعة من الرواقع اللي موجودة عندنا اللي تركها علماء الحملة الفرنسية ودوان بيحكي عن مصر من أقدم العصور من أيام العصور الفرعونية حتى فترة الحملة الفرنسية طيب تالت حاجة موجودة عندنا وده الحاجة اللي لحد دلوقتي لسه بنستفاد برضو منها عندنا اكتشاف حجر رشيد ايه حجر رشيد دوان؟ دوان حجر اكتشفه كان زابط فرنسي اسمه بوشار اكتشف هذا الحجر في مدينة رشيد طبعا كانوا محتاجين ان هو يعمله زي تحصينات او كده فكانوا بالحجرة او بيجمعوا الحجرة فاكتشف او ليه ان الحجر دوان شكله غريب ومنقش عليه بعض النقشات سواء اذا كانت موجودة باللغة الهيروغلوفية او باللغة اللاتينية او اللغات اللي كانت موجودة عليه كان موجودة بتلت لغات فالرجل دوان قال لك لا اكيد الحجر دوان ليه اهمية وليه مغزى فاخد الحجر وده للعلماء اللي موجودين هناك العلماء حاولوا ان هم يفكروا موس حجر رشيد لكن مش هيقدروا فهياخدوه الحملة وهي خارجة من مصر طبعا لما هتخرج في سنة 1801 بالتحديد في 18 سبتمبر هتاخد معاها الحجر دوان هيروح الحجر دوان وهيحطوه عندهم في المتحف هناك وبعد عشرين سنة هيجي عالم فرنسي اسمه شامبليون هيكتشف او هيستطيع انه يفكر موس حجر رشيد اللي طبعا بسببه هنقدر ان احنا نعرف الكتابة الهيروغلوفية ونقدر ان نقرأها ونقدر ان احنا نعرف النصص الموجودة بالنسبة للتاريخ الفرعون طيب اخر حاجة هتكلم عنها هنقول ان الحملة الفرنسية ما كانتش مجرد حملة عسكرية للغز والاحتلال ولكن كانت الحملة الفرنسية كانت عبارة عن زي ما بنقول ان هي صدمة حضرية بالنسبة للمجتمع المصري هنقول ان الدوين نبهت المصريين ان هم يشاركوا في الحق هنقول كمان ان في عندنا اللي هي الحياة الاجتماعية المختلفة عن الحياة اللي احنا كنا عايشينها هنقول كمان ان هي احدثة تغييرات كثيرة في مجالات السياسة الاقتصاد الاجتماع في كل مجالات الحياة وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة واتمنى ان انا كن قدرت ان انا اوصل المعلومة وان شاء الله نقابلكم في حلقة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنت يا مستر جمال فضل حبيب يا رد بقى نستاذي المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا الاسئلة اللي مستر جمال مجهز هنا لانطلوة بتاعته اول سؤال موجود معنا هنقول من الملاحظ وجود علاقة بين اهداف منشور نابليون والجريدة التي انشأها مينو في عندنا العلاقة دي هتبقى تضاد ولا تناقض ولا تعارض ولا تشابه هتبقى الاجابة تشابه طيب نيجي بعد كده اهتمام مينو باحياء التجارة الخارجية طبعا مينو لما يتم باحياء التجارة الخارجية ده بيؤكد على ان الحملة الفرنسية نجحت فيه ايجاد حلول لها لمواجهة حصار الحملة ولا تغلبها على الأصول الإنجليزي ولا فتح أسواق لها مع القارة الأوروبية ولا قوة فرنسا العسكرية طبعا اللي جابه هنا هتبقى رقم واحد ايجاد حلول لها لمواجهة حصار الحملة نيجي على النقطة التالتة هنقول عادة الديوان العام بالنفع على الأهالي في عدة مجالات ومنها رقم واحد تقدم زراعة اتنين جباية الدرائب ثلاثة القضاء والموريث رقم اربعة التجارة والزراعة هنقول لا القضاء والموريث طيب نيجي على السؤال الرابع كان إنشاء نابليون للدووين أو لدووين الأقاليم من أجل تحقيق أهداف اجتماعية وعسكرية سياسية وعسكرية ثقافية واجتماعية اقتصادية وسياسية الإجابة هنا هتبقى رقم أربعة اقتصادية وسياسية نيجي بقى على الصفحة رقم اتنين السؤال رقم خمسة كانت سياسة مينو الخارجية تتجه ناحيتين هنقول الشمال والجنوب ولا الجنوب والغرب ولا الجنوب والشرق ولا الشرق والشمال الشرقي طيب أصدر مينو جريدة باللغة العربية في مصر وكان الهدف الرئيسي منها هو العمل على تقدم العلوم العمل على إزوجية الفكرة والثقافة ربط السياسة بالعلم تثبيت أركان الحكم الفرنسي طبعا هنقول تثبيت أركان الحكم الفرنسي لأن طبعا مينو لما هيتلي إنه هو هينشئ الجريدة باللغة العربية علشان إنه هو تمنع أصحاب الميول المعادية لفرنسا طبعا ديان كانت من نتائج المجمع العلمي علشان كنت مولتهاش فأحب إنه أنا هو هنهد الوقت من نتائج المجمع العلمي إنه هيتم طبعا اللي هو إصدار جريدتين جريدة باللغة الجريدتين طبعا فرنسيتين طبعا واحدة اقتصادية وواحدة سياسية ومين هو هيصدر جريدة طبعا هيكون الهدف من الجريدة اللي هي تنبيه المصريين علشان هما ما يسمعوش لأصحاب الميول المعادية لفرنسا كمان إنه هو يقدر يقنعهم بقبول القرارات اللي هتقوم بها الحكوم نرجع بقى لأسئلتنا دلوقتي اعتماد نابليون على طبقة أو الطبقة الوسطى في مصر دون بيدل على سطوتهم مكانتهم ثقافتهم تسلطهم هنقول لا بيعتمد على مكانتهم هو بيدل على مكانتهم طيب هناك علاقة واضحة بين إصلاح مينو وترسانة مراد بك طبعا العلاقة هتظهر في معركة أبقير البرية ولا معركة أبقير البحرية ولا في ثورة القاهرة الأولى ولا في حملة نابليون على الشام طبعا الاختار رقم 2 في الوقت دون هنقول معركة أبقير البحرية طبعا عندنا نمرة 9 والأخير في الاختيارات كان مينو عنصريا في إجراءاته التي اتخذها في الزراعة، الصناعة، التجارة، القضاء طبعا هنختار هنا الصناعة لأنه اخترح عدم ضم عمال مصريين نيجي بعد كده للصفحة رقم 3 ونشوف عندنا كده هنقول طبعا اختر صواب للصحيح وخطأ للغير صحيح في عندنا مثل شعبي بيقول لو معاك ديته اقتله ده مثل شعبي حربه مينو في إصلاحاته القضائية صح ولا غلط صواب ولا خطأ هنقول العبارة صواب كانت مشاركة العلماء والأعيان في الدووين مشاركة حقيقية صواب ولا خطأ؟ طبعا خطأ لأنها كانت غير حقيقية لأنها كان طبعا ايه؟ كلها كانت مقايدة بمصالح فرنسا يعد أكبر إنجازات الحملة الفرنسية في المجال الصناعي هنقول العبارة طبعا خطأ لأنه كان في المجال الثقافي والفكري هنقول فشلت فكرة قناة السويس في زمن الحملة الفرنسية هنقول طبعا لأسباب هندسية هنقول العبارة صواب بسبب خطأ في منصوب مستوى البحري طيب نمرة خمسة توقفت التجارة الخارجية لمصر في زمن الحملة الفرنسية بسبب ضعف المنتج وعدم قدرته على المنافسة هنقول طبعا العبارة خاطئة طيب نيجي بعد كده هنقول ترجع الزواجية الفكرة والثقافة إلى إعجاب المصريين بالنموذج الفرنسي طبعا العبارة صحيحة نيجي على رقم سبعة قبل مجيء الحملة الفرنسية عانت مصر من العزلة التي فرضها العثمانيون عليها والتي استمرت في زل الحملة الفرنسية هنقول العبارة خاطئة طيب هنيجي بعد كده استخدم ممينو وسائل حديثة لتوطيد سلطته في مصر عن طريق وسائل الإعلام طبعا العبارة صواب لما هينشئ طبعا إيه اللي هي الجريدة علشان ينبه أصحاب الميال المعادية لفرنسا ويقدر أن هو يقنعهم بأن هما يقبلوا القرارات طيب نيجي بعد كده أنشأ أنشأ نابليون الديوان العام في مصر بهدف إشراك جميع طواقف الشعب المصري في السلطة التشريعية طبعا العبارة خاطئة هو كان بيشرك فيها بس اللي هي التبقى الوسطى اللي هم العلماء والأعيان علشان يتعرف على ما يدور في صفوة ايه أو في أزهان صفوة المجتمع المصري طيب السؤال الأخير في صواب وخطأ أهملت الحملة الفرنسية الزراعة التقليدية في مصر هنقول دلوقتي طبعا العبارة خاطئة لأنهما بدأوا يزرعوا طبعا عندنا الزرة والقمح والأرز طيب لو جينا بعد كده في عندنا الأسئلة المقالية أول سؤال هيقول وضح أوضاع القضاء في ظل الدولة العثمانية أوضاع القضاء في ظل الدولة العثمانية أه وضح أوضاع القضاء في ظل الدولة العثمانية طب يعني ما خدتش في المنهج أو ما خدتش في الفصل أولين حاجة اسمها أو ضع القضاء في زل الدولة العثمانية هقولوا لا كان في قضاء في زل الدولة العثمانية إزاي؟ لو جينا بصينا على الإصلاحات اللي عملها كل من نابليون ومينو هنبص ليها وهنعكسها يعني نابليون هنقول إن هو أحل القضاء المصريين مكان الأتراك هقول لا اللي كان بيتولى القضاء كان القضاء الأتراك اللي كان بيتولى القضاء في مصر كان القضاء الأتراك ده رقم واحد رقم اتنين احنا قلنا ان نابليون حدد قيمة المتنازع عليه بوقع 2% اللي هي رسوم التقاضي قالك لا كان في ايام الدولة العصمانية لم يكن هناك رسوم للتقاضي محددة من قيمة المتنازع عليه وكانت متركة للأهواء طيب نمرة ثلاثة احنا قلنا ان مينو رفض مبدأ الدية يبقى هنقول ان في ظل الدولة العصمانية كان في مبدأ دية اخيرا طبعا مينو كان انشأ محكمة لكل طائفة في ظل الدولة العصمانية لم يكن هناك محاكم لكل طائفة يبقى عرفنا زي لو جالنا وضح أوضاع القضاء في ظل الدولة العثمانية هقدر أجوابها زي هعكس الحاجات أو الإصلاحات اللي عملها مينو وعملها نابليون في مجال القضاء طيب لو جينا بعد كده نمرأ اتنين حدد أوه النقد للدووين التي أنشأها نابليون إيه النقد؟ إيه العيب اللي أنا شايفه من وجهة نظري؟ طبعا النقد اللي أنا شايفه أنه كانت الدووين دي كلها استشارية ما كانش فيه هناك سلطة حقيقية لممارسة السلطة أو لمشاركة في الحق ولكن كلها كانت مقيدة بمصالح فرنسا والغرض منها في النهاية أن نابليون يتعرف على ما يدور في صفوة أو في أذهان صفوة أعضاء المجتمع المصري ومن خلالهم هيقدر أنه ينفذ السياسات والقرارات اللي هو محتاجها طيب نيجي بعد كده ما العلاقة بين الحملة الفرنسية والتاريخ المصر القديم؟ إيه العلاقة ما بين الحملة الفرنسية والتاريخ المصر القديم؟ هنجد أنه كان فيه علاقة موجودة ما بين الحملة الفرنسية والتاريخ المصر القديم حيث أن الحملة الفرنسية هنقول أنهما اكتشفوا حجر رشيد طيب إيه أهمية اكتشاف حجر رشيد؟ حجر رشيد زي ما أنا ما لسه أين من شوية أنه كان موجود فيه بتلات لغات فجيه إدر الشامبليون أنه هو يستطيع أنه يفك رموز اللغات اللي كانت موجودة عليه فبالتالي إدر أنه يوصل لأنه يعرف الكتابة الهيروغليفية فبالتالي إدرنا نعرف تاريخ مصر القديم أو التاريخ الفرعوني لمصر وبنقدر نقرأ النصوص اللي موجودة سواء إذا كانت على المعابد أو الجدران اللي موجودة دلوقتي للمقابر أو البرضيات اللي إيه اللي بنكتشفها في عمليات الاكتشاف الأثرية طيب نيجي بعد كده من وجهة نظرك هل استفادت مصر من استحاب نابليون للعلماء في حملته على الشام في حملته على مصر أقول أه استفادت ده هي دي أبرز النتائج ده هي دي أهم النتائج اللي كانت موجودة واستفادت مصر منها استفادة كبيرة ليه استفادت مصر منها استفادة كبيرة أولا العلماء اللي كانوا موجودين دول بدأوا أنهم يدرسوا المسائل الطبعية والمسائل الصناعية اللي موجودة في أرض مصر كذلك العلماء دول بدأوا أنهما يهتموا بأنهما مثلا يألفوا كتاب مصر ووصف مصر الكتاب دول موسوعة عن تاريخ مصر موسوعة علمية تقدر أنك أنت تجيب منها أي بيانات أو أي معلومات أنت محتاجها مش كده وبس كمان العلماء دول قدروا أنهما يتوصلوا الفكرة اللي هي قناة السويس طبعا بسواب خطأ هندسي أنهما اعتقدوا أن البحر المتوسط أعلى من البحر الأحمر فتخلوا عن هذه الفكرة طيب في عندنا بعد كده كمان اللي هو قلنا حجر رشيد ووصف مصر وقلنا كمان اللي هي المجمع العلمي كان طبعا العلماء بدأوا أنهما يدرسوا المسائل والعلوم المختلفة طيب نيجي بعد كده دلل تميز مينو بالعنصرية في بعض إصلاحاته الاقتصادية هقول بالفعل أن مينو كان يتميز بالعنصرية في بعض الإصلاحات الاقتصادية إزاي؟ مينو في الصناعة طبعا غير أنه بدأ أنه يهتم بالصناعات الدقيقة إنشاء مصنع للساعات، إنشاء مصنع لحروف الطباعة للدباغة، غزل ونسيج بس اقترح عدم ضم عمال مصريين إلى هذه الصناعات فلذلك بنقول أن مينو كان عنصري في تطبيق سياساته الاقتصادية بالنسبة لمصر طيب نيجي بعد ذلك استخلص الهدف من نقل نابليون إلى السلطة في الطبقة الوسطى كان نابليون بينقلها للطبقة الوسطى ليه؟ إيه الهدف من وراء ذلك؟ كان نابليون بيرمي إلى إيه؟ يعني إيه اللي بيهدف منه؟ نابليون من وراء ذلك؟ هنقول كان عايز أنه يتعرف على ما يدور في أزهان صفوة المجتمع المصري وطبعا كان عايز أنه من خلالهم يقر سياسة الحكومة الفرنسية كان عايز كمان من خلالهم أنه يتعرف على طبيعة الشعب المصري وما يدور في أزهانهم ولو خد قرارات إزاي أنه هما يقدروا يساعدوا في تنفيذ هذه القرارات وإزاي كمان أنه هما يقدروا يقنعوا الشعب المصري بقبول هذه القرارات طيب في عندنا السؤال السابع وضح مدى مصداقية العبارة التالية اهتم مينه بالإعلام ومخاطبة المصريين؟ هقول آه بالفعل اهتم مينه بالإعلام ومخاطبة المصريين عن طريق إنشاؤه إلى الجريدة أو المجلة اللي كان بيهدف فيها إلى إيه؟ أول حاجة نشر القرارات اللي موجودة وكمان إنه هو بيهتم بإنه هو تساعده في إن المصريين أو إن المصريين تقبلوا القرارات بتاعته ويحذرهم إنهما يستمعوا إلى أصحاب الميول المعادية بالنسبة لمن؟ بالنسبة لفرنسا أو لجنود الحملة نيجي على السؤال اللي بعد ذلك في عندنا دلل على مدى مصداقية هذه العبارة أو صدق العبارة التالية اختلف الفكر السياسي عند مينه؟ عن كليبر هقول بالفعل الفكر السياسي عند كليبر كان بيفكر إنه هو خروج الحملة من مصر ليه كليبر كان بيفكر في خروج الحملة من مصر؟ لإن كليبر رأى أن الأخطار بتهدد الحملة من جميع الجهات طبعا الأخطار كان بتهدد الحملة إزاي؟ في عندنا تنقص لأعداد الجنود في عندنا غير تنقص لأعداد الجنود كان فيه كمان إن الأسطولة الإنجليزي محاصر الشاطئ المصري فيه كمان إن تصرب روح اليأس لدى الجنود في تجدد صورات المصريين في وسط الدلتة وشرقها وغربها فكان كليبر شايف إنه استحالت بقاء الحملة وإن هو من الصحيح إنه هو لازم يخرج بالحملة الفرنسية من مصر علشان يحافظ على المكتسبات بدل ما تتعمق فيه الخسائر الموجودة فلذلك هيفكر في الخروج أما مينو مينو اختلف عنه شكلا وموضوعا مينو فكر إنه هو يقعد في مصر هنا ومعلومة لازم إننا أوضحها مينو من ضمن الحاجات اللي عملها إنه هو هيعلن إسلامه وهيقرر إنه هو يتزوج من مصرية اللي هي ابنة حاكم رشيد وكانت تدعى زبيدة وهيعلن إسلامه هيسمي نفسه بعبد الله طبعا كان مينو بيرغب في تحويل مصر إلى مستعمرة فرنسية وكان يرغب إنه هو يبقى حاكم أو إنه هو يعمل القاعدة الموجودة فيه الشرق ويبقى هو الحاكم بتاعها حلم بالنسبة له أو بيروده إنه هو يبقى عنده إيه أو هو القائد بالنسبة للدولة الشرقية بالنسبة لفرنسا فلذلك كان يرغب مينو في البقاء في مصر ولكن طبعا الظروف كانت ضده لما زي ما قولنا في البداية إن مجيء قوات من أسطول فرنساوي كمان إنه يجيها عندنا قوات عثمانية انضمت إليه بالإضافة إلى بعض المماليك فطبعا مينو هيجد إنه هو من الاستحالة البقاء في مصر لذلك مينو هيخرج بس بنفس شروط معاهدة العريش وأنا في حاجة عايزة أتكلم فيها هنا إن ليه إنجلترا في البداية في معاهدة العريش اعترضت على خروج الجيش ودلوقتي سمحت لخروج الجيش طب ما هو في الأول اعترضوا على خروجه بالأسلحة دلوقتي سمحوا لهم بالأسلحة ليه في البداية رفضوا الأسلحة ودلوقتي وقفوا خروجوا بالأسلحة بنفس شروط معاهدة العريش طبعا لو نفتكر ان نابليون كان خرج من مصر علشان كان فيه المشكلات او المتاعب اللي بتواجه فرنسا بقيادة التحالف النمسا وانجلترا عايزة ان فرنسا اساسا ان هي يعني زي ما بنقول عايزة ان فرنسا تجي لها مصيبة من اي اتجاه فبالتالي تحالف النمسا اللي موجود دوا في مصلحة انجلترا اللي انه هيدعى في فرنسا طب الجيش اللي موجود في مصر هنا لو خرج بالسلاح وانضم للجيش اللي موجود هناك هيزوب من قوة فرنسا فلذلك رفضوا طب فعهد مينو كان خلاص التحالف انتهى وانجلترا همها بقى انها سيطرة على مصر لان انجلترا هنعرف بعد كده في الفصل الجديد ان هي مش هتخرج قواتها من مصر بعد خروج القوات الفرنساوية ليه لان كان عندها او كان عندها رغبة في ان هي تبسط سيطرتها على مناطق مهمة سواء في البحر المتوسط او في البحر الاحمر لان كان كل هدف انجلترا تأمن مواصلتها للهند لان الهند كانت تعتبر اهم مستعمرة بالنسبة لانجلترا وطبعا فيه عايز اقولكم كانت الهند ليه تعتبر افضل او اهم مستعمرة بالنسبة لانجلترا لان طبعا كانت الهند في الوقت ده بتتمتع بان بيقى فيها تجارة التوابل او تجارة البهارات واللي يسيطر على التجارة دي هيسيطر على تجارة العالم بالنسبة للتوابل والبهارات فكانت بالنسبة لإنجلترا ده كنز استراتيجي ما ينفعش أنها تفرط فيه لأن ده كان بالنسبة لها تجارة من أفضل التجارات الموجودة في العالم فكان بالنسبة لها لازم تحافظ على الهند طيب نيجي بعد كده على السؤال رقم 9 حلل العبارة التالية تاريخيا توجد علاقة بين معركة أبقير البحرية والصناعة المصرية في زمن الحملة الفرنسية هقول إن العبارة دي فعلا يعني صحيحة ليه صحيحة أو صادقة طبعا صحيحة لأن في الوقت ده إحنا كان عندنا لو تفتكروا في الشرح أنا قلت إيه إن كان عندنا مينو ارتبطت بعض الصناعات بتاعته بمعركة أبقير البحرية زي عندنا إيه؟ زي عندنا لما جاء أصلح دار السفن اللي هي إيه؟ اللي هي الترسانة اللي كان أنشأها مراد بك في الجيزة ليه أصلح دار السفن؟ أصلح دار السفن علشان هو محتاج السفن اللي هتبتدي تمشي في البحر الأحمر اللي هتروح على جدة وينبع والسويس أصلح دار السفن علشان محتاج مراكب تمشي في نهر النيل علشان يعمل علاقات مع الحبشة يعمل علاقات مع صنار يعمل علاقات مع ضرفور فلذلك هنقول إن في تحليل هذه العبارة هنقول إن العبارة صادقة حيث أن مينو بدأ يهتم بالصناعات فبدأ إن هو ينشأ عندنا صناعة أو إن هو يهتم بدار السفن التي كان أنشأها مراد بك في الجيزة وبكده بقى وصلنا لنهاية الأسئلة اللي موجودة عندنا ونبتدي إن احنا نتناقش مع مستر أحمد أحسنتي حبيبي أحسنتك مستر أحمد في الديئتين كده قبل ما نخطب الحلقة عايزين ملخص سريع لنتائج الحملة الفرنسية طيب تمام على الصبورة ولا؟ لا 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 تسوكي وإحنا عني طيب تمام طبعا هنبتدي إن احنا نلخص اللي احنا قلناه للحملة الفرنسية احنا كنا اتكلمنا أول حاجة اتكلمنا عن جلاء الحملة الفرنسية عن مصر وقلنا إن الحملة كان لها أثار في مختلف المجالات طبعا الأثار اللي كانت موجودة في مختلف المجالات كان فيه عندنا الأثار السياسية زي نقل الدووين كان فيه عندنا الأثار الاقتصادية قلنا زي الزراعة، الصناعة، التجارة كان فيه عندنا الأثار الاجتماعية زي في الصحة العامة ومجال القضاء كان فيه عندنا كمان اللي هي الأعمال الكبرى للحملة قلنا الأعمال الكبرى للحملة اللي هي فكرة طبعا الدوين آسف الأعمال الكبرى للحملة قلنا اللي هي المجمع العلمي بالإضافة إلى طبعا عندنا اللي هي الأعمال الثلاث أعمال شق قناة السويس أو فكرة شق قناة تصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط فكرة اللي هي إنشاء طبعا اللي هو كتاب وصف مصر طبعا وأخيرا اللي هي اكتشاف حجر رشيد والأثار بتاعته اللي كانت موجودة العظيمة اللي من خلالها قدرنا نعرف التاريخ الفرعون أحسن أنت يا بستر جمال وشرفتنا وحلقة ممتعة مع حضرتك في بعض الاتصالات جات ليعتبر في الفواصل فياريت لو فيه أي وسيلة التليفون بتاع حضرك اللي على الشاشة على الواطس بالزبط كده لو فيه أي صفحة عايز تذكرها برضو بحيث لو الطلب عايز أن تتوصل مع حضرتك في الصفحة بتاعتي على اليوتيوب اسمها نادي التاريخ جنب منها بالإنجليزي هتلاقوا الصفحة بتاعتي عليها الشرح بتاع الدروس سواء كانت في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة السنوية وبالتحديد مهتمين جدا إن شاء الله بالمرحلة السنوية في مادة التاريخ بإذن الله شرفتنا بستر جمال ونتمنى أن نشوفك في حلقة قادمة إن شاء الله تمنيتنا بقال بكل طلابنا الأعزاء بالتوفيج إن شاء الله شكرا أحمد شكرا أحمد لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريبا سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء